اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 200 جرام سكر سنيده 4 معلق الماء كبار 250 جرام بيض 500 جرام زبدة و 1 معلقة كبيرة أغوم فاني مخلط بحبيبات فاني لديكم الاختيار اغوم فاني يعني ليس ضروري أول شيء سنأخذ سكر سنيده سنضيف لكم معلقة 4 معلق الماء سنخلطهم جيدا كما شاهدتم معي بوحد خشب بعد ذلك سنضيف فوق العافية سنحصل على واحد السيرو الذي يكون الدرجة تقريبا 115-117-118 يعني لا يوجد مشكلة لا يوجد 120 هذا السيرو سنقوم بالتغمومتخ يعني لا يوجد تغمومتخ سنقوم بالتغمومتخ سنقوم بالتغمومتخ ونرى واحد القوارة في السباة سنعرف بأن السيرو سيصبح واجد فالتغمومتخ لا يوجد السيرو وانا كنتشاهد نحصل على اللاموغان قام بالتغمومتخ سنقوم بالتغمومات نذهب السيرو بحراطة الطريقة أسنقوم بالتغمومة وفي ناس الوقت الخلط يخلط للموغانك في هذه الأثناء نجدها تخلط تقريبا 1-5 دقائق يعني حتى كيفردنا هذا الموغانك اللي احصلنا عليه إذا كانت عندكم زبدة باردة واخر شوية متلاجة تقدروا تدفوها على الموغانك وهو يعني سخون هكذا مش غادي تخلط وغادي ماشي غايا يعني غادي تخلط معاه وغادي عطانها كريمة زبدة خفيفة إذا كانت عندكم زبدة بحرارة أنا كميت منصحكم دائما حاولوا تدروا زبدة بحرارة المطبخ من الأحسن أنا غادي ندير زبدة بحرارة المطبخ يعني خليت حتى أرجع لي للموغانك ديلي دافي لك ساعات ضفة الزبدة كنضيفو الزبدة طريف بطريف يعني ما تنضيفوهاش كاملة دقة واحدة وقميمتوه ونخلط راك يتخلط إلا مشيتو حتى الزبدة ديلكم يعني بردات بزاف مع للموغانك وقصاحت شفتوها قصاحت نتأخذو واحد لبتيت شاليمو وغادي تسخنو الجوانب ديال الخلط ملتحت هذيك الزبدة كتتسخن وتتدوب وتترجعنا لكريم وبوغ ديالنا كما احنا بغيناها دائما كنضيرو الخلط ديالنا على واحدة سرعة اللي كتكون شوية عالية باش هكذا كتتتخلط مزيان لكريم وبوغ ديالنا من البد ما حسينا لكريم وبوغ بأنها تخلطات وشوفو معايا كي يصبح شكل ديالها تنضيفو ذاك المعلقة الكبيرة عن الماداق ديال الفاني وتنهبطو ذاك الجواني بذاك لاموغانك اللي تكون لاصق الفوق بسباتيلا كان بطول تحت كل شيء وكنتخلط كل شيء تخلط مزيان واحد ثلاثة أربعة دقائق سوف احنا حصنا على كريمة ديال الزبدة خفيفة رائعة جميلة في صراحة وفي الماداق روعة روعة في صراحة في الماداق كتتجيب الماداق رائعة نتمنى في صراحة هذا الفيديو هذا في صراحة يكون خفيف ضريف عليكم ويعجبكم بزاف ومنتمنى بانكم تطبقوا هاد الكريمة ديال الزبدة في البويوت ديالكم كما قلت لكم أنا اليوم كتجي كما قلت لكم ماداق ديالة بحالي كتاكلوا شونتي يعني كتجي خفيفة قدروا ندرو بها لكبكيك ندفو لي هالنكهات اللي احنا حبينا ندفو لها الشكلات يعني كندفونا بزاف ديال الحواجة هاد الكريمة بصراحة رائعة 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 نتمنى تجربوها وما تنسوش اللي عجبكم الفيديو ما تنسونش بلايك وبريكم متغ رائعين ديالكم واللي غيشوف الفيديو ديالي أول مرة ما ينساش تتابن معايا وما ينسنش كذلك بليجيم ديالكم بليجيم دياله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى فيديو مقبل إن شاء الله وعدمتم في رعاية الله ما تنسونش بلايك شكرا ورحمة الله 800 800 200